أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسا كل حين يزيد أسأل الله أن تكون نظرة رضا إلينا يا رب فيقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنا آمين ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله أتى بي وأتى بالشيخ نايف وأتى بك لتعلم أنه هو الذي ساق إليك هذا الفضل الله أكبر ولتعلم أن الله تبارك وتعالى يريدك ويريد أن يغفر لك فيأتي بك ويخرجك من بيتك لتأتي إلى هنا حتى يغفر لك ومتى يا شيخ عبد الله في ليلة من ليالي رمضان الله أكبر وفي الثلث الأخير من الليل أي والله أنها بشر من الله تبارك وتعالى في ليلة من ليالي رمضان وفي الثلث الأخير من الليل الله أكبر وفي مجلس ذكر يا شيخ نايف الله تبارك وتعالى لو أذن لنا فجعل بصرنا حديد لنرى الملائكة التي تحفنا إلى عنان السماء والذي نفسي بيده لخرينا لله ساجدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يطوف بالبيت المعمور الذي هو في السماء في اليوم الواحد سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة الله أكبر يا شيخ نايف السبعين ألف الذين يطوفون اليوم والله لا يعودون إلى الطواف إلى يوم القيامة الله أكبر يذهبون ثم يأتي غيرهم في اليوم التالي سبعون ألف منذ أن خلق الله الملائكة قبل آدم عليه السلام إلى يوم القيامة كم عددهم كم عدد الملائك لابد أن نتفكر في عظمة الله مو بس أنت اللي تعبد الله في الدنيا مو بس أنت اللي تسبح وتذكر والتسبيح تسبيح مخل وتسبيح ناقص لكن الله يجبر النقص ويسد الخلل تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم الله يريد أن يخفف عنه ليه؟ وخلق الإنسان ضعيفا أنت ما تعرف مصلحة نفسك فالله يريد أن يخفف عنك وبشر يا شيخ نايف بشر لما ذكر الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذكر في سياق الآية يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فتذهب بعد رمضان بكنوز وحسنات وجبال من الخيرات والله ما تدركها ولا تعقلها من الله تبارك وتعالى عمل يسير فتراه عند الله كبير ليلة يا شيخ نايف ليلة في رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة واحدة ساعات معدودة تحسبها بيدك خير من ثلاثة وثمانين سنة خير من ألف شهر ما نكرم من الله والله لما نسمع هذا الكلام ما يسليني إلا قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إيش الفائدة إذا عذبك الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فلا يهلك على الله إلا هالك ولن يدخل النار أحد إلا محروم لأن رحمة الله وسعت كل شيء يقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنا وأنت شيء من الأشياء فرحمة الله وسعتنا لكن لو عذبنا الله عز وجل والذي نفسي بيده أنه بعدله ولو رحمنا والله أنها برحمته فيا أحبة لدي سؤال يا شيخ نايف اللي ما يتوب في رمضان متى يتوب الله هذا السؤال بالله اسأل نفسك اللي ما يتوب في رمضان متى يتوب اسأل نفسك المدخن إذا لم تقلع عن التدخين في رمضان متى تقلع سامع الغناء إذا لم تترك الغناء في رمضان متى تترك ليش سألت هذا السؤال لأن المكان مهيئ والطريق ممهد إليه تبارك وتعالى أبواب الجنة فتحت أبواب النار غلقت صفد الله عز وجل عنك الشياطين ومرضة الجن ثم قال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وكأن الله يريد أن يسهل لنا طريقا إليه ويمهد لنا طريقا إليه تبارك وتعالى فإذا لم نتوب في رمضان متى نتوب يا شيخ نايف في ناس يدخل عليهم رمضان وينتهي رمضان وهو ذاك العاصي ذاك البعيد ذاك والعياذ بالله الفاجر صاحب الكبائر صاحب الصغائر صاحب الفواحش ما تغير في رمضان قبل أيام قبل رمضان الموقف هذا قتلني وأنا على قيد الحياة واسمحوا لي أن أقف قبل رمضان ذهبت إلى مستشفى الملك عبد العزيز في جنوب جدة لزيارة مريض وصلنا عند الطوارئ منعونا من الدخول قالوا في حالة مرضت درن داخل المستشفى وممنوع الدخول طالما أن هذه الحالة داخل المستشفى لأن المرض معدي انتظرنا يا إخوة أنا كنت هناك في هذاك اليوم وأحكيكم من شيء أنا عايشته أتت سيارة إسعاف فيها مصاب بحادث خلف سيارة الإسعاف سيارة مرور باشرة الحادث نزلوا النقالة شالوا المصاب دخلوا المستشفى العسكري اللي باشر الحادث نزل من الفورد ويقف عند سيارته معاه قارورة موية يا إخوة أنا كنت موجود هناك عند باب الطوارئ معاه قارورة موية وكان يشرب ثم يعود ويشرب فشريق الموقف هذا يصير لك ويصير لي دائما تمر عليك وانت تشرب تجرق بالماء تكح تكح ولطف الله عز وجل تعود الأمور كما كانت العسكري شرق بالماء فقام يكح 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 ما رجعت الروح النفس في ضيق يكح يكح الوجه حمر العيون حمرت التفت من حوله يلتفتون فيك شيء سلامات وهو ممعاهم يكح يكح قالوا بما انك عند المستشفى تعال واخذوه كم واحد ودخلوه جوة المستشفى والذي نفسي بيده كنت اتكلم مع واحد عند باب الطوارئ فأتانا الخبر قالوا والله ان العسكري فارق الحياة والذي نفسي بيده الموقف هذا قتلني وانا على قيد الحياة مات تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت اكفانها وهي لا تدري وكم من صحيح مات من غير علة هذا العسكري من غير علة مات ولربما المصاب يشافيها الله تبارك وتعالى ويقوم وكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حين من الدهر طب ايش الحل تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر البارح يوم الجمعة امس قريب العهد قريب عندنا في حي الصفة بجوار مسجد البيان ولو فيه الشيخ بندر والشيخ بندر جاري اكيد وصل له الخبر عندنا عامل يشتغل في محل المفروشات اللي يبيعوا السجاد والمفروشات والبطاطين نحسب والله حسيبه كان من اهل الصلاح بعد ما انهد مسجد البيان كان يصلي بجماعة عند المحل امس يوم الجمعة فجر الجمعة صلى بمجموعة صلاة الفجر امام ثم نام اتوا اصدقاؤه الذين معه في المحل يوقظونه فلان 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 يقلبونه يصرخون في وجهه فلان فلان دقوا على الاسعاف الهلال الاحمر جاء ودوا المستشفى قالوا لا روح مات لكن والذي نفسي بيده هنيئا لا ام بات صائما اما جماعة في صلاة الفجر في يوم الجمعة والله ترى الرجل بعقولنا ممكن ما تسلم عليه رجل بسيط لكن والذي نفسي بيده ما نالها الا وبينه وبين الله شيء بينه وبين الله سريرة من يوفق الى هذه الميتة من يوفق الى هذه الخاتمة الا رجل بينه وبين الله سر لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى كيف بمن يغلق على نفسه ويبارز ملك الملوك بالمعاصي والله تبارك وتعالى يدخل اليه الاكسوجين من تحت الباب حتى لا يموت والله تبارك وتعالى قادر وهو الذي يملك هذا القلب قادر ان يوقفه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لكن رحمة الله تبارك وتعالى وحلم الله تبارك وتعالى فنحن كيف نعامل الله والله تبارك وتعالى كيف يعاملنا لو نظرت الله تبارك وتعالى أسبغ عليكم نعمة بيت سيارة والدين زوجة أبناء صحة عافية أصدقاء أمن ما في طيارات ما في صواريخ ما تصبح على العدو لا والذي نفسي بيدا اننا نغرق في نعم الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون كالذين كانوا في البحر لما اشتدت بهم الريح ولعبت بالسفينة دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر كلنا هذا الرجل نعصي ونرتكب ونفعل من المعاصي والكبائر والصغائر ولما تأتين ضائقا نرفع أكفنا إلى الله عز وجل فالله عز وجل يعطينا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الإنسان قليل أدب مع الله تبارك وتعالى يقل حياءه مع الله تبارك وتعالى الإنسان ينسى نعم الله تبارك وتعالى بسرعة الله أنجاك ثم تعود فتشرك الله عز وجل نجحك قبل أيام الاختبارات تلقى الطلاب في المساجد والدعاء الله عز وجل يسر وبارك ووفق نجحك ثم نترك الصلوات الآن في رمضان صلاة الفجر تبارك الرحمن إلى آخر المسجد لكن ليلة العيد أول يوم في العيد ثاني يوم في العيد يا إخوة مأساة والله معاناه في كل عام نراها أنا أتكلم على شيء سيأتي أنا لا أعلم الغيب لكن أتكلم من أعوام مضت إذا نريد حاجة لأنفسنا دعونا الله وتقربنا من الله تبارك وتعالى ولذلك نجد راحة وسعادة فلما يعطينا الله تبارك وتعالى ما كأن الله عز وجل أعطانا شيء أنا دائما أضرب هذا المثال يا شيخ نايف الآن لو أعطيك ألف ريال وأجيك اليوم الثاني وأعطيك ساعة هدية وجيك اليوم الثالث وأعطيك جوال آخر نوع وجيك اليوم الرابع وأعطيك مبلغ وجيك اليوم الخامس وأعطيك هدية مغلفة كل يوم أنا أعطيك هدية ثم جيت بعد هذه الفترة كلها قلت يا شيخ نايف أبغى منك خدمة بسيطة تلبي لي هي؟ أكيد ليش؟ أنت صاحب معروف علي صاحب معروف صاحب جمايل أنت متعود مني هدايا متعود مني أعطيات متعود مني أمور طيب فرضا هذا المثال نفس المثال وقلت لك يا شيخ نايف أبغى منك خدمة بسيطة فقل لي الشيخ نايف والله أعذرني ما أستطيع إيش نسميه طعم مو الشيخ نايف واحد ثاني في المثال اللي اعتذر هذا بعد الهدايا وبعد الفلوس وبعد النعم بعد العذر هذا إيش نسميه؟ جاحد جاحد ناكر قليل حياء قليل أدب قليل حياء ما يستحي قول ما شئت ليش؟ بيجي لبلوك في الواتس حضر كمان يا أخي أنا مغرقك بالهدايا معطيك بعد هذا كله تعتذر؟ أنتم جاوبتم والله الذي لا إله غيره أن هذا المثال ينطبق بين الخالق وبين المخلوق الله ماذا أعطانا؟ ألم نجعل له عينين فقط هذه تساوي الهدايا كلها اللي اعطيت الشيخ نايف تساوي تبقى تعرف قيمة العين يا شباب مين اللي مطفر؟ ها؟ مطفر أنت؟ عندي ملياردير عنده واحد من عياله أعمى بيعطيك مئة مليون بس تعطيه واحدة من عيونك تعطيه؟ بيزودها مئتين مليون تعطيه؟ بيزودها ثلاثمئة مليون مليار ها؟ عين واحدة وخلي عندك عين وخذ مليار من بيوافق؟ ولا أحد ولو عطاك عشرة مليار ما راح توافق من اللي بوافق؟ تعال تعال لو نخش عينك تعال تعال أقول لك أنا أوافق الهياط هذا تعال فين؟ أنت توافق؟ أي تعال جب ما فك جب سكين وتعال أي تعال آه يوم جاوقت الجد وبنشرت والله لو يعطوك مليارين ثلاثة ما توافق على عين وحدة هذا دليل العينك هذه تسوي مليارات تسوي كنوز الدنيا وهي عين وحدة يعني الله عز وجل أعطاك نعم أعطاك نعم لو بتحط قدامها مليارات المليارات هذه ما تجيبها ولذلك يسوينا فيها هذه النعم اللي أعطانا الله عز وجل أعطانا النعم عين أعطاك أنف أعطاك أذن أعطاك يد أنت تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو جيت مثلا هذه اليد قدام مية مليار عشرة مليار ممكن المليارات هذه ما تسوي يوالله تعطيني ملايين ولا كيف استفيد منها؟ كيف أفعل من أجل هذه الملايين؟ ما عندي عين ما عندي يد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يا شيخ نايف كنا مع طلاب التحفيظ قبل فترة في استراحة قتلني الموقف هذا كان حارس الاستراحة أبكم الإخوة يبغون يستأجرون منه الاستراحة فجالس يأشر ويبغي يقول لهم المبلغ كم ألمهم باتصالات أعطانا رقم صاحب الاستراحة تم الحجز صرنا نبغى أي شيء من الاستراحة نبغى نتواصل مع هذا الرجل محنا عارفين طريقة الإشارة نعرف بعض والبعض ما نعرف والله قام أحد المدرسين قال يا شباب وبدأ يتكلم على النعم نعم الله عز وجل قال هذا الحارس الآن عشان تعرف نعمة ممكن تشوفها لا شيء لكن والذي نفسي بيده ما يعلم قدرها إلا من فقدها قلنا يا إخوة تخيلوا الآن وإحنا في الاستراحة الحارس في الاستراحة ما في إلا الحارس فقبت الاستراحة نار واشتعلت نار ما في إلا الحارس ما في أحد حجز الاستراحة اشتعلت الاستراحة كلها نار وهو أبكم وهو أبكم أعطوني وسيلة عشان يدق على الدفاع المدني يتصل يعرف الرقم عنده حاسة اليد يتصل رد الدفاع المدني اش تقول لهم والله إن في نعم والله إن في نعم المعاق وهو المعاق يا من تدخل الدورات والحمام أجلك الله يدخل معه واحد ويشيل ملابسه لا تقول لي عيب لا لا ما أقدر معاق مشلول يشيل ملابسه ويقضي حاجته يقول له إذا خلصت ناديني إذا خلص يناديه يلبسه لا يغسله ويلبسه ثم يدفه ويخرجه بره الموقف هذا كله عندي وعندك بتوفيق الله عز وجل ندخل نقفل نغسل نخرج شفت نعم الله تبارك وتعالى يا شيخ نايف تسعة وثلاثين مليون وتسعة فاصلة من عشرة عدد المصابين بالعمى في العالم تسعة وثلاثين مليون عدد دولة كاملة من التسعة وثلاثين مليون اختارك الله تكون مبصل يا إخوة نحن نتكلم عن نعم الله عز وجل لأن كثير من الناس يستخدم هذه النعم فيما يغذب الله تبارك وتعالى عايدي أشوف مقطع عايدي أسمع أغنية ليش معصية الله أصبحت سهلة ليه ليش أشتري بمال الله أروح بلد برة عندهم انفتاحية ديمقراطية حتى أعصي ارتكب فواحش أشرب ليه معصية الله سهلة والله شفنا والشيخ نائف شاف كثير من النساء هداهم الله يطلعون محتشمات في الطيارة إذا وصلوا إلى المكان المنفتح المكان الديمقراطي استغنوا عن هذه الحشمة وهذه العفة ثم إذا عادوا لها والله يا شيخ نائف في مطار ماليزيا وأنا عايد مع أهلي حرمة سعودية أسأل الله نهدي بناتنا وشبابنا والله فالمطار كالمجنونة عبايتها ضاعت خلاص بتطير الطيارة بترجع السعودية والله زي المجنونة تروح حتى جلستنا وزوجتي يقولنا نسأل الله السلام والعافية تدور العباية خلاص أني داء الأخير على ركوب الطيارة تطلع بدون عباية حيستقبلها أبوها حيستقبلها أخوها أهلها والله كالمجنونة وتسأل اللي معاها عبايتي وتصيح يا الله ما أحقر هذا الموقف عند الله عز وجل يا ليتنا نخاف من الله كما نخاف من الناس فنسأل الله عز وجل أن رزقنا قلوب قلوب يحبها الله تبارك تعالى تغار على محارم الله أعين تخاف من نظر الله آذان تخاف من أن تسمع ما حرم الله أقدام لا تذهب إلا إلى الطاعة إلا إلى المسجد إلا إلى الدعوة إلا إلى مجالس الخير أيدي لا تتعامل بالحرام ولا تبطش بالحرام سنسأل والله سنسأل يا شيخ نايف قلت لي معلومة والله ضربت في أذني واستقرت في قلبي أنت ما كنت تدري كنت مع الشيخ في الكويت فجالس الشيخ يقول لي نداءات أهل النار والله أنها كالصاعقة على قلبي كنت أعرف ندائين نداء الله عز وجل ونداء نادو يا مالك أما الاثنين الثانية نداء أهل النار ونداء خزنة جهنم والله أمر عظيم أكسم بالله فيلدك تعطينا يا شيخ نايف النداء الأول مهي هي ميهي هي أماني يا أخواني إحنا الآن في رمضان في رمضان كل ليلة صلاة الترويح وعند الفطور ندعى الله عز وجل يقول اللهم معتك رقابنا من إيش طيب نعرف إش هي النار تعرف إش حال أهل النار في النار يا أخواني أول شيء أهل النار في النار لباسهم نار تخيل أنت الآن لابس قماش قماش هو لابس نار أنت تشرب موية ولا عصير هم يشربون نار أنت تاكل رز سمك دجاج لحم خضروات حلا هم يكلون زقوم نار يا رب سجل أنت تيجي تنام تحط جسمك على سرير ولا على فراش ولا على وسادة هم يجون ينامون على نار أنت تتلحف ببطنية هم يتلحفوا بنار يا رب ما يوم ولا يومين ولا ثلاثة ومع هذا العذاب قاعدين يصارخون أنا بسألكم سؤال لو قلت الواحد لو قلت الواحد تعال يجس على الكرسي هذا وأبغى منك خمس دقائق إلى عشرة دقائق تصارخ بأعلى الصوت وترفع صوتك بأعلى الصوت خمس دقائق ولا عشرة دقائق على الكرسي وفي هذه الخيمة المكيفة يقدر خمس دقائق إلى عشر دقائق يبدأ يصرخ على كرسي vois��는 خيمة ومكيف ومو على طول خمس دقائق عشرة دقائق أهل النار أهل النار يصطرخون في النار ولا ما يصطرخون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا فقط نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير تخيلوا رغم هذا العذاب وكماني صارخ على طول إلى ما لا نهاية هو يصرخ ثم يا أخواني ويا أحبابي إذا دخلوا النار أسأل الله أن يحرمنا على النار قولوا آمين إذا دخلوا النار وأهل الجنة في الجنة الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت يجيب الموت على صورة كبش على صورة خروف يجيبوا بين الجنة والنار فينادي منادي يا أهل الجنة تعرفون هذا قالوا نعم نعرف هذا الموت يا أهل النار تعرفون هذا قالوا نعم نعرف هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار فينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت فيزدادون نعيم ويا أهل النار خلود فلا موت فيزدادون جحيم يا أحبابي اسمعوا للأربع الأماني اللي إذا دخل أهل النار يتمنونها الأمنية الأولى ينادون الله سبحانه وتعالى ويطلبون هذه الأمنية من الله يا رب خرجنا من هذه النار إيش هو الرد قال اخسأوا فيها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون يا الله الله يقول لهم اخسأوا ولا تكلموني يا أخواني يا أحبابي بعد هذا الطلب ييأسون من رحمة الله ييأسون من الله ثم بعد آلاف السنين يتحولون الأمنية ثانية يتمنون شيء ثاني تدرون الشيء اللي يتمنونه هذا الثاني إيش كلنا الآن نكره وكلنا نشرد منه وكلنا خايفين منه تدرون الأمنية الثانية من أماني أهل النار إيش هي يتمنون إنهم يموتون يتمنى في النار إن يموت وما يموت ينادون على مالك خازن النار بأن يشفع لهم عند الله أن الله يقضي عليهم ويموتوا ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يقول ابن عباس يذهب مالك بهذا النداء إلى الله عز وجل ينقل ينقل نداء أهل النار إلى رب العزة أنهم يريدون أن يقضى عليهم يقول ابن عباس فيعود مالك بعد نصف يوم نصف يوم كم عند الله قال الله إن يوما عند ربك كألف سنة نصف يوم كم خمسمائة سنة خمسمائة سنة يعود مالك بعد نصف يوم بعد خمسمائة سنة وهم ينتظرون الرد وقعدين يتعذبون فأول ما يرون مالك ماذا قال الله عز وجل قال إنكم ماكثون بعد الانتظار الشديد لهذا الخبر ماذا قال قال إنكم ماكثون يش الحسن تحولون للأمية الثالثة يا شيخ الأمية الثالثة كانوا يبغان يخرجون يأسوا من الخروج الثاني يبغان يموتون مستحيل يموتون الثالثة يتمنون إن الله يخفف عنهم يوم واحد من العذاب فما هو الجواب وقال الذين كفروا لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد يسألون خزنة جهنم قالوا فادعوا يردون عليهم خزنة جهنم أنتم يدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال خروج ما فيه موت ما فيه تخفيف يوم واحد من العذاب ما فيه يخواني اسمعوا للأمية الرابعة الأمية الرابعة والله العظيم لو فكرت فيها ممكن تدعو الله عز وجل وممكن رمضان هذا ما تخرج من المسجد تدعو الله إن الله يعتك رقبتك من النار الأمية الرابعة يتمنون شيء هو يعتبر من أبسط الأشياء عندنا في الدنيا يسألون هذا الشيء من أصحاب الجنة خلاص الآن يأسوا من الله ومن مالك ومن خزنة النار فيتحولون إلى أهل الجنة ينادونهم يطلبون منهم طلب اسمعوا إلى هذا الطلب واسمعوا إلى الرج على هذا الطلب ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة معلش والله العظيم اسمعوها جيدا أخوان ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة والله العظيم والله إننا في ذلك اليوم رح ننقسم قسمين عند هذا النداء رح ننقسم قسمين ناس تسمع النداء وناس هي اللي تنادي والله أننا في ذلك اليوم رح ننقسم إلى فريقين فريق ينادي وفريق يسمع النداء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا بعض الناس يقول هذي فالكافرين يا شيخ طب اللي ما يصلي اللي يترك صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب ويقوم من النوم الله يزاق خير يفطر والصلوات اللي راحت والله قد تدخل في دائرة الكفر وأنت لا تشعر لا تظن إذا خاطب الله الكفار الذين في النار أنك بعيد وأننا بعيدين عنهم لا فالعهد الذي بيننا وبين الكافر الصلاة فمن تركها فقد كفر الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أي فاليوم نتركهم في جهنم يترك الله عز وجل الكافرين في جهنم كم مئة سنة ألف سنة خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا أبدا ما في موت ولا يخفف العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا والله حياه لا تطاق والله حياه ما نستطيعها ولا نتحملها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب والله بئس الشراب هذا الماء فقط يحرق أفيداتهم وبطونهم لا يشوي الوجوه فكيف لو شربوه تقطع أمعاؤهم فكيف لو أكلوا الزقوم كيف بالثياب قطعت لهم ثياب من نار ثوب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم والله عندنا عزة نفس أن نعذب المؤمن عنده عزة نفس حينما يسمع هذه الآيات يقول والله لا أعبد الله حتى لا أعذب عندي عزة نفس أنا كريم على الله عز وجل لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم مكاني عند الله عظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأنا عزيز عند الله عز وجل لكن وما ربك بظلام للعبيد كيف نخلص أنفسنا من النار والله نخلص أنفسنا اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط من هذا صراط الذين أنعمت عليهم من هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا شيخ نايف والله فأنا أقسم لن تجد طريق يوصلك إلى الله إلا طريق محمد الله أكبر خلاصة الأمر البداية كيف تكون البداية أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتقلع عن كل ذنب كان بينك وبين الله عز وجل سواء كان أمام الناس أو كان في الخلوات إذا أقلعت وصدقت في التوبة مع الله تبارك وتعالى وبدأت تمسح مقاطع تغير حياتك حاجات في السيارة ما ترضي الله شي لها حاجات في الغرفة ما ترضي الله شي لها حاجات في الجيب ما ترضي الله عز وجل شي لها غير حياتك كلها إذا بدأت في هذا كله لك مني بل الله تبارك وتعالى يخبر والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب يحب التوابين يحب التوابين أن تتوب وأن تعود إلى الله والله لو كنت أفجر أهل الأرض ولو كان قلبي وقلبك مثل قلب فرعون ثم قلت توب إلى الله استغفر الله دمع في الليل سجدة طويلة بكاء تضرع يا رب ندم ذكرني هذا الموقف بقول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم لازم نعترف قل أنا قصرت يا ربي أنا فرط في حقك وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ليش يغفر الله لأنه اعترف بما اقترف ثم قال الله خذ من أموالهم صدقة إيش تسوي هذا الصدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها توب وأكثر من أعمال الخير صناع المعروف تقي مصارع السوء أكثر من الصدقات الله عز وجل بهذه الصدقة يطهرك بل عمر رضي الله عنه كان يفرح عند الصحابة ويقول أنا أكثركم سيئات كيف يا عمر كيف تزكي نفسك كان يقول أنا أكثركم سيئات قالوا كيف قال كنت في الجاهلية جبار فلما أسلمت وتاب إلى الله بدل الله سيئاتي إلى حسنات ليس فقط أن يغفر الله سيئات لا يبدلها إلى حسنات تجارة مع الله والله لا تخسر تجارة مع الله رابحة يا أحب الناس في عداد الموت والله الناس في قطار الموت سلمان لو الإنسان الآن تاب وآمن بالله وقضى حياته على الإيمان وقف بين يدي الله وهو مؤمن تائب صائم قائم ما هي أعظم ثمرة بعد رضوان الله فلنحينه حياة طيبة الله عز وجل يبشر الذين آمنوا سواء كان ذكر أو أنثى قال فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا تذوق هذه الحياة الطيبة وفي الآخرة تذوق حياة أطيب كلمنا عن هذه الحياة الأطيب حياة الجنة الله الجنة حياة ما لا عين رأت فيها ولا أذن سمعت عنها ولا خطر على قلب بشر بما فيها حياة لا يعلمها الذي يعيش على هذه الدنيا أنت على هذه الدنيا ما تدرك ولا تعلم حقيقة هذاك النعيم لذلك تجد من الصحابة لما استشهد كان ينظر ويقول فزت ورب الكعبة ومنهم من يقول هذا مقعد من الجنة البصر أصبح شاخص فيه تعجب شيء ما رآه في الدنيا لأن كل شيء في الدنيا يذهب ويزول إن سألت عن أنهارها أو سألت عن حورها أو سألت عن قصورها أو سألت عن الثمرات فيها شيء ما يتخيل الإنسان أنت الآن في بطن الأم يا شيخ نايف الآن في بطون أمهاتنا لو أتانا إنسان يقول ترى في الدنيا شمس وقمر وليل ونهار وفي طيارات وفي قطارات وفي مطر وفي جبال وفي ناس تمشي وفي اللي لونه أسود اللونه أحمر اللونه أبيض هو جنين في البطن هو في البطن بالله يصدق ما يصدق ما يصدق شيء ما شافه أنا حياتي دس عشره في بطن أمي لا أعلم إلا الحبل السري يأتيني منه الطعام ولا أعلم إلا هذا الرحمة الذي أنا فيه من الماء والدم هذه حياتي طب لو خرج حيجد الدنيا وحيشوف الطيارات اللي كان يسمع عنه نعم الآن رأي العين والله سماء والله أرض والله ليل نهار شمس والله طيارة والله قطار هذه حياتنا في الدنيا الله عز وجل يخاطبنا في القرآن قطوفها دانية الله فيها أنهار من ماء غير آس وسدر مخضود وطلح منضود يقول الحسن البصري الآن الطلحة اللي عندنا في الدنيا كله شوك يقول وطلح منضود معناها أي في كل شوكة كل شوكة نضيدت فأصبح مكانها ثمرة تخيل الشجرة المليئة بالشوك في كل شجرة في كل شوكة مكانها ثمرة كيف حيكون شكل الشجرة يا الله كلها ثمار وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فلما يرى الإنسان هذا في الدنيا يقول والله فعلا الله يخاطبنا في القرآن عن الجنة ويخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الجنة وإحنا حالنا الآن كأننا في بطن الأم إما أن نصدق وإما أن نقول لا لا ممكن نصدق لكن ما نعمل من أجل هذا الشيء لكن والله لو خرجنا من الدنيا ورأينا هذا كله نكون مثل هذا الذي خرج من بطن الأم وقال والله فعلا الدنيا فيها زي ما سمعت هذا الإنسان لكن إما أن تصدق هنا وتؤمن وتعمل صالحا ثم تفوز بهذا الذي تسمعه الآن وإما أن ننكر والعياذ بالله ويأتي يوم القيامة تغاب نخبن هذه النفس ونتحسر يا حسرة على ما فردت في جنب الله هذا الذي يسعى الكافر هناك أن يتحسر يا حسرة على ما فردت في جنب الله شيخ نايف الميت في قبره لما يحاسب كما ورد في الحديث الحديث الطويل إذا كان الإنسان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان الحديث الطويل في قبره بعد أن يحاسب يفتح له نافذة يفتح له نافذة هذا المؤمن طبعا لما يسأل من ربك ما دينك من نبيك ويجاوب لأنه كان مؤمن في هذه الدنيا يفتح له باب إلى النار فيقال له هذا مقعدك من النار فانتظر الساعة هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدا به من الجنة فيتقفل المقعدا من النار فيفتح لك باب ونافذ إلى الجنة ويأتيك من روحها وريحانها ونعيمها ويقال لك هذا مقعدك في الجنة فانتظر الساعة الآن هو قاعد يتنعم في القبر وشوف مكانه في الجنة أعظم نعيم من القبر ويقال له انتظر الساعة يبدأ يدعو في قبره ويقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة يا شباب يا أخوان يا حاضرين يا مشاهدين أقسم بالله العظيم أننا قريبا سنفترق إلى فريقين فريق في الجنة وفريقكم في السعير أسألكم سؤال بالحين هذا العمل هذا الملتقل اللي احنا فيه يقرب من النار ولا من الجنة يقرب من الجنة صح؟ طيب بما أنك أنت الآن في عمل يقربك من الجنة تشعر براحة نفسية ولا تشعر بهم وطفش وزهك راحة نفسية بس لأنك في عمل يقربك من إيش من الجنة كيف لو دخلت هذه الجنة نحتاج نصبر نحتاج نثبت نحتاج نطلق الذنوب المعاصي نحتاج نقبل على الله عز وجل فرصة رمضان تتخرج من رمضان وتجي يوم العيد قلوه لك من الفائزين اوه كمار اذا قلوه لك من العيدين تقول من الفائزين ان شاء الله فست بايش يا اخوان احنا كل يوم عيد بعد صلاة العيد نقابل بعض نقول من العيدين من الفائزين من العيدين عارفين اش معنى من العيدين يعني ان شاء الله يعيد عليك السنة الجاية لكن اش معنى من الفائزين يعني فست في رمضان واعتقك الله عز وجل من النار وكتبك الله عز وجل من الأهل الجنة لازم تدري كم باقي على هذه اللحظة والسير من الفائزين باقي عشرين ليلة عشرين ليلة بالله عليك عشرين ليلة ما تقدر سيف فيها المسلسلات والأفلام والذنوب والمعاصي وتقبل على الترويح وعلى القرآن وعلى الصحبة الصالحة وعلى العمرة والله نقدر إذا حطيت قدامك هدف أنا راح أصل للجنة بإذن الله ورح أعتق من النار بإذن الله فرصة والله العظيم فرصة أن أغتنمها في هذا الشهر الكريم الله جعل لكم هذا الملتقى تحضر وتجد من يذكرك بعد عشر أيام من رمضان ممكن أن تكسرت في العشر الأيام اللي راحت وكل لذاك الرجل لكن فرصة الباب ما زال مفتوح وخير الله يغدو ويروح فرصة يا شباب أن نغير حياتنا سؤال هل وجدنا في الذنوب والمعاصي؟ هل وجدنا في الشهوات راحة؟ إيش لقينا؟ والله لقينا الهم والغم واليوم يوم حضرنا هذا الملتقى المبارك وهذه الخيمة الرمضانية وسمعنا الكلام الله عز وجل وسمعنا الأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلمنا الشيخ عن الجنة وكلمنا عن النار والله تحركت قلوبنا وارتاحت نفوسنا باقي شيء واحد باقي إننا نتوب ونثبت حتى نلقى الله عز وجل كم واحد من الشباب قابلته أول خلف الكواليس في الخيمة الرمضانية؟ كم واحد قابلته السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كان من ضمن الحضور؟ واليوم من ضمن العاملين القائمين المشرفين على هذا الملتقى تاب وجدد حياته وأقبل على الله عز وجل وأقبل على القرآن والله العظيم أذكر هذا الحي المبارك هذا الحي المبارك حي إبريمان أنا قبل سنين قبل سنين زرت ثنوية هنا في إبريمان وسبحان الله كرمني الله عز وجل وألقيت محاضرة في هذه الثنوية تاب شاب في ثانية ثنوي الآن حافظ للقرآن وخرج من كلية الهندسة ومعلم حلقة في إبريمان من فين؟ من محاضرة تقدر؟ والله العظيم تقدر إذا جاك أحد ولا جاتك وساوس لا صعبة ما تطريق مهلي مهلي والله هذا إبليس يبغي يردك وصدك أقسم بالله تقدر التوب وتقدر تستقيم وتقدر تترك الذنوب المعاصي وتقدر تكون من أهل القرآن وتقدر تستير داعية وتقدر تستير عالم من علماء الأمة وتقدر لأن الله ربك إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون إن الله على كل شيء قدير بس شيء واحد نبغى منك تصدق تصدق مع الله ويكون عندك شجاعة في ترك الذنوب المعاصي وتكون بإذن الله عز وجل الليلة ممن كان الله عز وجل وممن فرح الله عز وجل بتوبته في هذه الليلة المباركة ممكن يا شيخ عبد الله واحد من الشباب الآن يتوب ونجي يوم القيامة كل الحضور هنا الله يدخلنا الجنة ويغفر لنا بسبب من بسبب هذا التائب بسبب تائب واحد الله عز وجل يرحمنا ويغفر لنا ويدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة ليه لأن الله يقول في نهاية هذا المجلس هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لكن من هو التائب هذا من هذا اللي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يغير حياته ويجدد حياته ويقبل على الله يا شباب يا إخوان الموضوع مسأل الموضوع جنة أو نار ما هو يوم ولا يومين خالدين فيها أبدا أسأل الله عز وجل أن يعفو عننا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عننا والله يا أحبة كما قال الشيخ نايف الموضوع يا جنة يا نار فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير والفائز واحد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يفوز بين الخلائق يذهب بكتابه ها أمقرأوا كتابي ها أمقرأوا كتابي فزت من أهل الجنة يا الله إني ظننت أني ملاق حسابي يتأخذه باليمين يتأخذه بالشمال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا تأخذه باليمين يا تأخذه بالشمال يا تكون من أهل الجنة يا تكون من أهل النار لكل إنسان مقعدان في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومقعدان في النار عبدالله الغامد الآن عنده مقعد في الجنة وعنده مقعد في النار فإذا كان هذا الرجل من أهل الجنة استبدل مقعده الذي في النار بواحد غيره أما إن كان العكس بالعيادة بالله فكان الرجل من أهل النار يستبدل مقعده الذي هو من أهل الجنة يستبدل برجل آخر أي حسرة وأي ندامة فيا أحبة في آخر هذا اللقاء بل الإنسان على نفسه بصيرة الشيخ يذكر لكن القرار من عندك ذكرت آيات الجنة ذكرت آيات النار إن كانت النفس ما زالت مصرة أعظم الله أجرك وأحسن الله أعزائك لأن لطف الله ورحمة الله ما زالت وإنت على قيد الحياة بس والله يا شيخ عبد الله والله إننا نحسن الظن بأن فيه تائبين بإذن الله وفيه مقبلين وفيه ناس عقلاء يعرف يزن الأمور يعرف أن الموضوع موسيق جنة أو نار الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة قولوا آمين طب يا أحبة نريد أن ندعو ونريد أن تؤمنهم ونحن في الثلث الأخير من الليل والله عز وجل يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر هل من داعي فأجيبه اللهم يا ملك الملوك يا رحمن يا رحيم اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك والعبيد عبيدك والخلق خلقك والأمر كله بيدك اللهم إنا مذنبين فاغفر لنا اللهم إنا مخطئين فتجاوز عنا اللهم نعترف بالتقصير اللهم نعترف بما اقترفنا لا محيص عنك ولا بديل منك إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم من أراد التوبة فتب عليه اللهم من بيت نية للتوبة فتب عليه ثبتنا على الصراط المستقيم ثبتنا حتى نلقاك في جنات النعيم اللهم عبيدك ليس لنا سواك فقراء إليك يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تطردنا يا رب العالمين ولا تذرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في ختام هذا الدعاء نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ازاكم الله خير